ولكن هو من صغره كان عنيف تصرفاته وإيديه سابقا من اللي شاف عندها حبوب منع الحمل فكرة وحدة اللي جات له في باله أنها ما بغياش تطول في هذا الزواج والشهر كله هي غير كتسايس معاه صف وخاه هو ما في بالهش نهائيا فكرة أنه يولد أو يكون أب على الأقل حاليا ولكن علاش تخبي عليه وتاخدهم ورى ظهره بالصحف الأول كان مواخد عليها فكرة غالطة ولكن الوقت اللي دوذاته معاه في الدار وثكوتها خلات شوكوكو تختافي تدريجي احترج عات بهذا الفعلة وقلبات كل شي ادخل مع الباب للدار دباه وهو عارفها غدا تكون غير هنفسي قنت مع اسية مشانيشان للجردة وبقاك يقلب بعينيه عليها ما بانتش ليهقاع شاف آية غالسة في وحد كرسي بوحدها ومركزو كترسم وتبتاسم مع الورقة فرحانة برسمتها حس بتأنيب الضامير من جهتها كيبقى هو السبب في الكريز اللي جات هادك النهار والانهيار اللي وقع عليها مشا عندها وقال تفزعيت من اللي شافته وسمعت صوته كتدير نفس ردة فعل موز دوذ ايدي على شعرها وبعدات عقد حجبانها وهو يقول آية لبس عليك تحنى على ركابيهم اللي ما رداتش عليه ما عرفش شنو يقول لها وهو عمره ما عتادر لشي واحد وما مولفش بالداري صغار قال كده يرا لبس عليك اش كدير قالت كاللون ماشي كنرثم وشافت فيه وبقات منفخة وقلبات وجهها وهو يقول ما غت هضريش معايا قالت لا قال وعلاش قالت لي حيث انتا كتغوت على الناس وكتضربهم قال ليها كتعارفي الناس الكبار شي مرات كيتناقشوا داكشي علاش كيغوتوا على بعضياتهم قالت ولكن انتا دي ما كتغوت على نور وانا شفتك كنتي كتغوت عليها بزار وهي كتبكي واش هي معزيزاش عليك ما لقى باش يجاوبها هو براسه مخربك ومعارفش شنو طراليه تبسم ودوس ايديه على شعرها وقال واخا وانتي تسمحي لي قالت وما تبقاش تغوت على نور اللي كيغوت على نور ما كنهدرش معاه تبسمه وقال وفين نور دابا قالت اراها لداخل اما هو ناوي يلقاوش يحل هاد الحرب اللي بيناتهم ما عارفش كيفاش غاديهضر ولا شنو غادي يقول ولكن المهم خاصو يتفاهم معاها خلق ايا جالسة ورجع لداخل ناوي يطلع يشوفها في بيتها غير دخل شافها جالسة في السالون كانت جالسة معها علي كيعلم فيها القيتار وكانت كتضحك من قلبها وتفكر انها معاه وديمة غير كتبكي وعاقدة غوبشتها زادت عصق كان جاي ناوي يصلح الوضع ولكن منظرهم هكاك خلاه يزير على ايديه ناوي يقتلها ويتهنه من نهار دخلات لحياته ما بقاش كيعرف راسه بمره ما شافتوش جاع غير علي اللي شافه قال علي ياسر ردات ليه نور البال وتفزعات زيرات على الجيتار اللي في ايديها اما ياسر بدكي ترحد بالاعصاب وغوت قال شفتكم امثالين شاف فيها علي باستغراب وقال كنعلمها غير القيتار عض ياسر على شنايفه ومشاقا صدخوه نيشا جار نور بالنطرة احتى وقفات وش نقع لعلي وقال لي غادي تفرقها عليك كتسمع ما تعلمها ما تعلمك نور اللون تخطف موجهها خصوصا من اللي شافته شحال هادي هو غابر كانت تهنات منه ودا بجا يحرر عليها عيشتها حطات ايديها على كرشها من اللي دفحها وشنق على خوف بقات كتشوف فيه ما مطيقاش احتى حسات بيه جرها من ايديها ودفحها قدامه وغوت بالجهد قال زيدي قدامي شافت تفعليه لمفاهموها وهيز داك الجيتار وضربه مع الارض بضربة واحدة كانت تقسم من نصر وهيز صبعك يحدد قال غنشوفك ما زال معاها غنسارك خويا نور بقات كتشوف فيه مصدوم احتى بدك يجرها عاد فاقت وبدالخوف كيدخل معاها بداتك تدفع فيه وقتنطر وتتقول تلاق تلاق مني قال التحركي مايفوكك مني حد هاد النهار جرها في الدروج وهي كتنطر مني احتى وصلوا البيت ودفعها بالجهد وازدح الباب باحدت عليه وهي كتل هاد وكترد شعر هورة ودنيها قالت باحد باعد عليا والله تقرب لي قال اشنو غدت دير وخلقت لك احتى شي حد ما غديتدخر اضرب ايديه في الباب بالجهد وقال صافي دا غيابت دلتي ماقدرتيش تصبلي والليتي كتدوري بعلي هو اللي بقاليك ما بقيتيش قادرة تصبلي خاصة كي غير علامة تلوين الدموع تحبسه في عينيها بقات مبلوكية وكلامه المسموم كيتغرس في قلبها بحلوز حطات ايديها على فمها وهي تقول اشنو كتقول انت واش كان باليك بنت الزنقة عطات على شنايفها والكلام كيخرش كيترحد من فمها ولا ما كتطيقش في يحتل هالدراجة قال ازمي في امك باقيدوك الكينات اللي كتشربي من سيدهم مسحات الدموع قبل ما يهبطو ودفعاتو وقالت اشنو بغيتي نجيب لولاد باش كل نهار يشوفوا بقاهم كيدربهم وكيدكرفس عليها وكي عاملها بحل شي حيوان قدامهم ياك هادشي اللي انت باغي ياك هادشي انت اللي باغي هاك باغي ولادك يكونو ياسر بقى ساكتو هي تكون ما بقيتش قادرة نصبر وبداتك تمسح دموع بك ما يمها وقالت طلقني الله يستر عليك كانت رجاك دير بصيلة الدم اللي بيناتنا وطلقني وعمرك ما زال تشوفني صير اختار اللي بناسبك اللي ماشي طماعة وماشي خطاف الدرجة انا ما باغي لا فلوسك لعائلتك باغيت غير نرتاح اختي هي اللي عندك باغيت نعيش معاها هاني وإنها درتش حاجة درتها علودها ولكني لابقيت معاك انتا غا تقتلها قبل ما تقتلني ياسر ما جاوب هانش وقلسات على طرف الفراش حانيا راسها كتبكي ما كتشوفش فوجه سمعت غير صوته قبل ما يحل الباب قال نلقاك مرة اخرى معا علي غا تفاهم معاك ابقيت كتشوف فيه ويدقول كان كرها كيافر كان كرها في الواحد الدرجة ما تصورهاش لدرجة ان قلبي ما بقاش عنده بلاسة اللي بغي بها شي حد ولا يكره حد اخر من غيري وغيرت هانا كرهتيني في حياتي وفي جنس الرجال كاملين احتى ما بقيت بغي احتى واحد جمعات ايديها فوق من رأسها كانت كتسنة غا يضربها ولكن خرج بهدوء سمعت غير الباب ديال بيت ملي دستح كان غي يقلعو من فلاسة ومن بعد وسمعات صوته مبيلته ملي دي مارا ومشا دايز بك النهار وبالليل كانت نور في بيت آية كتقرى لها قصة قبل النوم مرة مرة كتهرها وكيدحكو بجوش احتى كانت آية العسان نور كانت غافلة على ياسر اللي كان واقف قدام الباب ومراقبها من قبيلة فين ما كتضحك كان حتى هو كيدحك وفين ما تدير شي حاركة كيسها فيها احتى ناضط باش تخرج وهي تشوفوا واقف وتفزعات بقات واقفة كتشوف فيه كان هو بدل ملامح وجهه وخنزر من اللي دارت عنده قالت اش كتدير هنا وقال ليها قدامي قد كتشوف فيه وطفات الضوع لآية وخرجات قداموها الزارسها وقد تعيوج في مشيتها ما عرفها واش كتديرها بالعاني ولا أشمه ولكن في جميع الأحوال عجبوا هاد المنظر كان تابحة احتشافها داخل البيتها وذربات بغت تسد الباب حتى دفعوا بالجهد ودخل قال ايه فين غادة قالت خرج حالك وخليني الناس ابقك يشوف فيها وقال طوالي كل سنة يكما توحشتي لعثا قالت ما بقيتش كنخاف منك وإيه لابغيتي الدروب غير الدروب ولفت جرها ودورها لعندو وقال ما تجعرينيش وزيدي اللي بيت لاخر ما غتنعسيش هنا ربعت ايديها وهي كتشوف فيه وقالت اللا ما غاديه لحتى بلازة نطرات منه وغادة كتقاد في بلازتها جعراته وما بغيش هو يضربها بحال لا بغيت بتليها عكس الكلام اللي قالتوله في الصباح هو ماشي عجبه الحال حي تعانيه بالعكس هادي اكتر حاجة كيكره في راسه ومن اللي قالتليه العنف دايز ليك في الدن بغيت بتليها العكس تخشات نور في بلازتها وغمضات عينيها وقالت طفي معك الضوم اللي تخرج حسات بيه كيتحرك وما بغاتش تحل عينيها باش تشوفوش كي يدير حتى حسات بيه تخش حداها ديك سععات حلات عينيها وكان الضوم طفي دارت عندوه يام خنزة قالت اش كتير سير في حالك ما جاوبهاش شي اللي خليها تحصل كحزات ودارت باش تنعز غير غمضات عينيها وحسات بيديه جراتها لعندو ودهرها تضرب معصدو ويديه عنقوها وبدأت كتتعنت وباغت نطر منو ولكن كان مزير عليها وساكت وما كيهضرش استسلمات اخيرا للنوم وفي الصباح ترباتها الفيقة كتلقى راسها هي اللي مدورة ايديها علي وراسها على صدو ناعسة معنكشة ورجليهم شابكي حلات عينيها وهزات راسها كان باقي ناعس ابقات كتشوف فيه ما حساتش براسها كيفاش سهد فيه وهزات ايديها بغت تحطها على وجهه وبعدات ضغية ابقات كتتسلت من حداه بشوية بش ميفيقش ومن بعد قدرت تنوت ودارت روتينها اليومي وخلات ياسر عاد فايق ودخل الحمام خرجات بش تفيق ختها وبغت تبدليها حويشها ايا ما بغتش وقالت لي ها بغيت نعتمد على راسي خلاتها غدت هبط موراها ونزلت هي وخرجت للجردة قبل ما ينزل كانت خارجة ايا وجايا كتجر غير شافها وتبسدن قال لي ها بشوية بشوية ده بطاحي ضحكات ايا وقالت سلام قرب لي ها وهزها كيدحك انزل بي ها وخرجوا للجردة باش يفطر طورت نور وجهها وشافتو هاز ايا تحلو عينيها بجوج بالصدمة بالخصوص ايا اللي كانت كيدحك مها وهو ما عرفاتوش اش كيقول لها فودنيها شافتو جاي ناحية الطبلة قلس وحطت ايا فوق من ركابي منظرهم خلا قلبها يضرب بشكل غريب بقات حاضية هم وناسية الماكلة احتز معات صوت عمها اللي قال بنتي فطري قالت واخا دايز داك نهار فسلام وكل واحد مدهي بشغال هده وبالليل وفوق تلعشا كان ياسير جا قلسو كيتعشاو وهو ما كياكلوش بدل هضرع للحفل اللي غادي يكون غدا نور كانت غير كتتصنت وساكتها احت هضرات اسية وقالت نور هاسكيت كوني غدا واش دبكري قالت نور لا انا ما عنديش معدكش طلاقاو عينيها مع عينين ياسير اللي كان كير مقهب نظرات غانضة وهو يقول علي حتى انا ما غاديش خنزر فيه ياسير وقال علاش هز علي كتافو وقال اهكك ما بغيتش ما في يلي يمشي قال ياسير لا غادي تمشي بالزز منك علي كانت وحلات ليه الماكلة وتعصب واندم جاع اللي هضر حط الفرشات وبانت فيه باللي تعصب عبد الله حط ايدوه لكتفي ياسير وقال خليه على خاطر يالله بغى يهضر ياسير وهو يشوف في نوره سكت سلاو العشا وكانت طالع لبيتها وغير بغى تسد الباب وهو يدفعه ياسير دخلات ودارت راسها ما شافتوش قرات باش تجاهلو وما تهضرش محا احتى سمعتو كيقول وش دي راسك غدا تمشي معنا غدا الحفن وغوشات وقالت ما بغيتش قال ما كانت شاورش معاك فاش نقول لك تمشي هي تمشي ابقاتك تشوف فيش حال ويلا بغى تشد معاه زكير وترفض وهي تفكر باللي هودا غدا تكون تماما وبدون شعور كانت هزات راسها بموافقة تكرر نفس ذاك شديا للبارح وفي الصباح بداتك تحل عينيها على بيتو كتلعب لها في شعرها غير حلات عينيها وحبس كانت ناعسة فوق منه ولا تقفصده هزات راسها كتشوف فيه وهو يقول تقدريت تكرمي وتنوضي باش تخليني النوض قالت اياك بقيت فيك زعمة ما قدرتيش تحيدني قلبها هاديك الساعة وجافوق منها وهي تبدت رمش في عينيها قال لسانك طوال بالزاف وقبل ما تهدر نور طار علش نايفها وسكتها بقبلة عنيفة كيبوس ويعاود كانت باغيت تكحز ولكن ايديه ما خلوهاش حسات بهم عند كرشها وكيدوزو على لحمها قال بقيت سكتي ولا غا نبقى نسكتك بالزز وجهة ولا حمر وحسات بالحرارة طلعت معها قالت انا ما شي عبدة عندك باش نهدر غير الوقت اللي بغيتي بدات باغت نوض وهو يجرها بعض احتطح شعارها على وجهه وتخلطوا انفازهم زفرات بالجهد وبقيت كتشوف فيه وهو كيقربه قالت متوترة من قربه وشي حاجة كتتحرك وسط قلبها ما عرفتش شنوق عليها حتى قربت منو هي هادي مرة وباستو فحمكو وقالت نقدر نوض دابا ابقى مشوكي من حركتها رجعها فوق منو وجبدها من راسها وبدك يوزها غير بدك يفتح لي هاسدايف ديالبيجاما وهوي صوني تيليفوني خليت ورخى منها وناضت بالزربة دخلاك لبدوش حتى اديها على قلبها ما عرفتش شنوق عليها قدرت روتينها الصباحي وخرجت ولقاته في البالكون كيهدر معشي حد في التليفون غير شافيها ومشات كتجري بالزربة خرجت من البيت حتعارف شنو غديوقعي لشتها دابا النهار كامل دو ذاتو هي وقاسية غير في التوجاد حتى وصل الليل كانت نور واقفة قدام المراية كتدير لمسات الأخيرة على وجهها ما كتراتش لها أسية الميك أب بالزار ولكن ركزات لها على عينها خلاتش هم يبرزوا كتر لبساتك سوى طويلة وجاتها زويني حتعارف فيازة يقدر يشد معها الضدي للا لنستش حاجة مقصبة كانت كتشوف راسها بإعجاب ما مولفاش كتقدر راسها بسات وسمعت الدقان في الباب وعرفتها أسية قالت لها نور دخلي دخلت أسية حتى هي بكامل أناقتها بكسوة بيضة قصيرة وشعرها جمعاتو الشي اللي خلى جمال ملامحي بانا صفرات بإعجاب من اللي شافت في نور قالت لها أسية واو هاد النهار غد خلي ياسر بالعقل تبسمات نور وهي تقول أرى هو اللي غي خليني بالعقل من هاد شي اللي كيدي قالت أسية أنا غدا نمشي مع أحمد ياسر لتحت حتى طلح قينانتي وياه جيت غير باش نعلمك هزات نور راسها بقاه وقالت غنشوف بعدها آية واش خاصها شي حاجة خرجات أسية وتبعاتها نور ومشات البيت آية والطمئنات عليها غير فتحات الباب ديال البيت وجات خارجة وتساطحات معاه كانت غدا الطيح كون ما متش يبديه وشدها سمعاتو تنهدوه ويقول بشوية عليك وقفها وبعدها شوية وقدرات تلمح وحد التحاكة صغيرة على فمه اللي خرقاتها قال ليها وهد المرة خرجي بشوية عليك شافت فيه وقالت انت اللي فتحتي الباب بالجهد لأول مرة غتلقى راسها ساهية وقدتأمل فيه على خطرها قال ليها تعطلنا ركبات حداف الطموبيل وغير بغدير لحزامة السلامة كان مال هو وركبوليها ابقيت مشوكية خصوصاً من اللي خلاش فيفوق رابل عنقها قال هاد الريحة ديالك مبدلة قالت اه اول مرة نديرها بعد وعقد حجبانه وقال اللي ولحسن فتحات عينيها باستغراب كتأكد من شنو وقال وكان هو كثيرة طرق كلها ما عرفتش كيف هاش دازل حتى كانوا وصلوا قدام الباب ديال الشريكة مال لي نزلوا وقف قدامها وشافت وجههم بالدال قال ما نبغيك تشوفيه في حتى شي واحد والد تحركيه حتى بلازل بلدك الطيران ديالك تعصبات منها درجو كتحس بيه كيتحكم فيها كيف ما بغى قالت منهاش خايد جرها منكتفها حتى بعدات على الباب ديال التموبيل وصدق وقال ما كان خاف من حتى حاجة شد إيدها وذات بيها لداخل حسات بإحساس في شكل عمرها ما حساته في حياتها كاملة هاد ياسر ما بقاش مخليليها العقل احتوصلوا لوحد القاعة كبيرة كينة الفوق عرفاتها قاعة الحفالات كانت عامرة بالناس غير دخله والأنظار كلها توجه لهم زادت زيرات عليه خايفة أما هو كان غادي بكل عجرة فوقي بريان وعينيه مغافلين على حتى حاجة احتشف واحد كيشوف جهة نور بتركيز عدت على شنايفه وهدرت تحت ثنانه وقال غنت قبل ممو عينه ما فهمتش نور لما قال هديك الهضرة ولكن حسات به زاد تضير على إيديها وجرهل عنده قال لها ما تتحركيش من حدايا قالت واخا ما كانش بغيها تجي معاه وفي نفس الوقت ما بغاش يخليها معاهلي حيت كيغير عليها بالسار كان كيحاول يصبر راسه من لي كيشوف شي حد كيشوف جهته ما كرحش يردها للدار ويصد عليها بدأت نور كتدور في عينها وكتشوف في الناس كل شي كلاس غير قلبات عينها جهة الباب وبانت لها آسية وحمد داخل قالت نور آسية جات شاف واحد الراجل جاي جهته وهو يقول سيري حداها وما تمشي لحته بلاصة هزيت راسها ومشات وقفات مع آسية كانو كيهضروا وهي تقولها آسية شوفي شوفي شكون جا قالت نور شكون قالت لها آسية شوفي بعينك جهة الباب دورات نور عينها وحسات بالعافية شعلة فيها من لي شافت هودا داخلة مع الباب دلقاها بكامل أناقتها حتى هي مبينا مفاتينها وكتبان زمينة حسات نور بيتدم كيغلف عروقها ما كانتش حسة برسها حتى شدات في دراع آسية بالجهد ضحكات آسية وقالت غيرتي عاد ردات البال إيديها وحيداتهم وهي تقول لا لا ما عندي علش نغير بقات متبعاها بعينها وفي نفس الوقت كتشوف ياسر واش كيشوف جهة البال باليها ملهم عشي راجل حسات برسها بغية تبكي وتهرم من هنا زادت هودا قربات احتمشت عن دياسر ووقفات حداه وشدات في كتفه غير دار يشوف شكون وكان اضطار تعليه بالبوصل خده والتكات عليه نور فشل رجليها وعينها بدو كيدمعه بوحده وخياسر نطر هودا طريقة عنيفة بحلق معها هاد شي كامل داز على عينينهم والحرقة اللي في قلبها ما بغات شتبرت زيرات على ايديها وقالت بغيت نمشي في حالي شدات فيها قاسية وقالت نور لعني الشيطان قويلي واش كدي على هاد الحمقى رجعت علات عينيها وبانت لها هودا بعد شوية من يازر كاتهدر معاه ووكي جاوبها تحت من سنانة وفي نفس الوقت شاف جهة نور كانوا عينيها مدمعين وما بغاتش تبيين قلبات وجهها عند آسية كاتهدر معاه ووكي جاوبها تحت من سنانة وفي نفس الوقت شاف جهة نور كانوا عينيها مدمعين وما بغاتش تبيين قلبات وجهها عند آسية وقالت شفتيها كيفاش كتبوسو وكتعلق فيه بحل القرضة المثلوقة اسياد ضحكت وقالت ناري اضحكتيني شوفي غدا نجيب ليك شي حاجة تشور بيها شي حصير بارد حناك نور عينيها ومرضاتش ما عجبهاش الحال وما عرفتش علاش ما بغاتش تزيد شوف فيازل اسياد عطلت عليها وبقاتش يجوش دقيق وقفة عاد علات عينيها ما بانش لها هدى بقاتك تقلب عليها بعينيها ووالو ولكن شافت ياسر اللي تحرك خارج من القاعة بلا ما تحس كانوا رجليها تابعينه ممشاش للمزعط وهاد الشي اللي سهل عليها المأمورين بقات غادة موراه احتوصل للطابق اللي الفوق شافتوا دخل واحد المكتب ورجليها تبلوكاو خصوصا من اللي دارت الاحتمال بأنه دا غدا تكون تنمى وغايكون مش عندها وخا ما كتحملش ياسر ولكن ما قدرتش تتحكم في تصرفاتها ولا تعقل رأسها زادت ضغياء حتى لحقات عليه المكتب وفتحات الباب دي المكتب بالجهد كانت ضوطافي حسات غير بصوته اللي قفزها قال شنو كتديري هنا دورات عينيها ومباليها حتى واحد حتى هودا ما كيناش كان غير بوحده قالت انت 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 ليش نو كتدير هنا قال علاش خارجة بوحدك معا من كان هضر عنا باليها هاز ايدو وزادو الدموع تجمعو في عينيها عضات علاش نارفها وبدات كتلون في راسها علشات تابعها وبدات كتل عن مشاعرها في هاد الوقت كان وصل عندها بلوقاها مع الباب قال ما لنا على هاد البكعوب تاني ما دربتك ما دردلي قوالو وبديتي قدم عيني غمضات عينيها حتى كان لاصق فيها تعلات على رشليها وشداتو من القول دي القانيجة حتى هبطاتو لعندها وزيرات عليه ببوزة تراجعت نور هادي كسار ونزلات ايديها علش نايفها وعينيها تحلو قالت اسمح لي خاصتي نمشي وهو يسد ياسر الباب وجرها بالجهد قال ها فين غادة علا دخل الحمام بحل خروجه دور ياسر السارود وبقى حاني راسه كيشوف فيها نور تزنكات بالسار كتحس براسها غادة ترتق قال فين بغا تمشي قالت غادة في حالي وهو يقول شنو هاد الشي اللي دارتي قالت نسا نسا هاد الشي قبل ما تكمل هضرتها كان هزها من رجليها ودوراتهم بي على خصوة ماعطاهاش فرصة ورجح جمع لفهمها ومن بعد ما وقع بيناتهم اللي وقع كان ياسر كي تسنها قدام الباب نزله بجوج كانت حشمانة وما قدرتش تشوف فيه ما قدرتش تطيق راسها أنها تبعاتوا البيرو ديالو ووقع اللي وقع عمرها تخيلت راسها بهذا الجرأة ولكن مشاعرها تحكموا فيها ما عمرها شنهارت خيلات أنها غتدير علاقة في البيرو كان هو شد في إيديها وصلوا لبلاصة ديالحفلة ووقفوا شف أسية وقال غتمشي حدا أسية هاد المرة متحركيش غتريحي حداها سمعت حسات بيه كيعملها بحال شي درية صغيرة وقوصات شنايفها وهزات راسها بقه تنطرت منه ومشات حدا أسية منفها شافتها أسية وبانت عليها مخلوعة قالت نان يا صاحبتي وغير علميني إحساب ليه غير مشيتي وقلت مع راسي قفرتها عن ديازل وعاد من اللي ما بينش ليه تشطنت عليك قالت نور كنت غير معاه مم دك شي اللي باللي هدرتوا على هودا قالت نور هودا ايوها صافي دك شي اللي بقى ما كتهمنيش هدي كثيرة وانتي يقلتها بفمك غير حمقة وما غنديش عليها شربت ملكاز العصير وآسية بقى تكتشوف فيها قالت واللهرها غير حمقة وعمرني شفت شي مريضة وحمقة قدها قالت لها نور عندك الصح شربت ملكاز العصير وآسية بقى تكتشوف فيها وهي تقول بصحرها حمقة كون ما كانتش حمقة ما تجيش رمي دازل وقت تقيل على نور كل شوية كتلقى عينيها جاو على ياسر كيكون هو برسه كيشوف فيها وخاكي بان فيه رهم الغامس في شحاديت ولكن عينيها عليها كانت كترعت بالأعصاب والفقصة غير سالات الحفلة وكان قال لي هم ينزلوا يتسلناه حتى ينزل ودك شلي كان نزلات قاسية ونور وحمد رجل قاسية كل ساعة كي عيط لها احتط عصبات قاسية وقالت نور بقاي هنا حتى يجي ياسر راح مدكي عيط وديرين أنا وياه غنباتوا في واحد ذوقين قالت نور صافي صافي غير سيري وهي تقول أسية ما تتحركيش من بلاستك مشيت أسية وبقيت نوه واقفة كتتصنف ياسر تعطل ورجلها ضروها ما عرفيتش منين جاها وحد الراجل يكون في العمر قد ياسر او لصغر شوية شد ايديها وشافتو غادي بها الفم وجراتها ديك ساعة قال آنسا سمحي لي ما زال الراجل ما كمل حتى هضرتو احتشفتو نور تلاح من قدامها وجا في الأرض تفزعات نور خصوصا من اللي شافت في ياسر قدامها كينهج بحال شي وحش رجلها فشلو وعرفيت وغاديكمل عليها حيت ملي كيتعصب ما كيبقى يحقل على حتى شي واحد اضرب هادك الراجل اللي جاي سلم عليها احتجها طايح في الأرض وخرجت دم النفو من عنف الضربة وذاتش نقع ليه من الكود القامجة نوضو من الأرض بالسس وقالاه مع الطموبيل وقال لي كينش مشكيل نحلوه مالك اش باغي عندها قال له الراجل سمح لي يا ما عرفت هاش معاك وهو يقول ياسر وهانت عرفتي هادا بقى وشدات نور في كتفو وقالت عفاك الناس كيشوفوا كلهم الله يستر عليك ياسر غير نطقات اسميتو واطلق من هادك الراجل جرها من خسرها وافتح لي هالباب ديال الطموبيل ركبت وركبحت هوا عرفاته الى هادرات دابا غير غدا تشعل العافية كان غاديم كثيري بالجهد ومرة مرة كيضرب على البونو خباته جهة بين ايديها وبدات كتبكي بالجهد وكتحضر بالكلام تقطع قالت والله لهو اللي جاهضر معاي وقف الطموبيل وجرها من كتابها وخرج عينيه قال قال لا لا ما تهضريش معاه هاي يطيع ليه المهم ما تبقيش واقفه قالت ما هضرتش معاه وهو عاد كان وقف وما قال والو منظرها اضطر فيه وعاد عينيها كانوا حمرين بالبكاء ونيفها وشفايفها هاكاك بدات كتخبي وجهها وكتبكي سمعت وتنهد بالجهد وبدات كيقلب على شي حاجة مد لها واحد القرعة دياله وقال شدي وسكتي شداتها من عنده ايديها كيتراعده وهو يقول ما لنا دابع لهد البكاء مد ايده وحلي هالحزام ديال السلامة وفتح الشرجم اللي قدامها كانت خايفة منه لا يضربها شربات غمضات عينيها كتنفس بالجهد واحتغوا ورد راسه على الكرسي وغمض عينيه كي هدنا راسه غير وصلوا للطار دازت تطمأن على ايه هي اللو هنا اما ياسر كان سبقها البيت ودخلات وراه وغير صدات الباب ومتابه لها حيث كان واقف في البالكون كيكين شاف فيها ياسر وقال بغيتك تسمحي لي على قاعدك الشي اللي دبوزتو عليك يالله نور بغت تدوي وهي تحس بنفسها كتطلع لاحت الفوطة بالزربة من ايديها ومشات كتجري لحمان ياسر ما فهمش مالها واتباحة كيجري كيسولها مالها نور كانت متكي على ناشاس كترد وهي صخفانة غير حبسات وهي تدور عنده كتشوف وجهه وكان وجهها حمر ومظلم كتحاول ترجع نفسها بغت توقف وهو يمد لها ايدي شدات فيها وقال واش كتدور لكرشك كليتي شي حاجة ولشنو قالت معرفت شداتني الدوخة معرفت شمالي هز هديك ساعة بينيديه بالزربة ومشى بيهال السرير وحط هات الماء غطاها وهو خايف عليها ولكن في نفس الوقت كيبان معصر تحنا ودوز ايديها لجبهتها كيمسح لها الماء قال نمشي والطبيب واش حاسة براسك مزيان قالت لا لا غدا نبقى هنا بغيت غير النعس وغدا نفيق باخير نزل ايديها لجبهتها وقال الحمد لله ما فيكيش سخانة خرج ياسر وهو كيتنفس ما بغيش يخليها بوحدها وصع لها زينب قبل ما يخرش وقال لها تبقى تطل عليها كل شو دازل وقت وطلعات زينب عند نور وش حاله هي كالضق من لي ما جاوباتهاش حلات البان ولقات نور في ايديها السيشوار وطايحة في الارض بدات كتضرب على حناكها وكتقول عيطات على ياسر اللي كان يالله وصل للبلسط الخدمة غير سمع باللي نور طايحة ورجع طايا ترق كلها كيفكر غير في نور وقلبو كيدرب وخايف لش حاجات وقع عليها ولكن الفكرة انه يفقد نور بدات كتجيه البال ما غاديش يستحمل تدخل بيته ونور ما كيناش عمرات عليه حياته وولاتك تعانيليه بالسعب كي غير عليها كتر ما كتتصور غير حل الباب دي لبيت وكانت زينب واقف واحدة نور اللي بدات كتفيق قال فاش قلت ليك نمشي وللطبيب هي نمشي وللطبيب انتي مريضة حليش كتكابري ما خلهاش تهضر وهز هديك ساعة بين ايديه خداها اللي تليميك ودخل معها حتى هو كانت الطبيبة كتفحصها وقالت ايجي ندير ليك لوكوغراف شاف فيها ياسر باستغراب وقال واش حاملة تبسمات الطبيبة وقالت كندن ولكن غادي نتأكدوا ياسر ونور عينيهم طلاقاوا في نظهرات ساميتة وقلبهم كان بجوج بهم كيدرب بالجهد وبدت كدوز فوق كرشها وتبسمات وقالت كيفاش ما رديتوش البال راها داخلة في الشهر الثالث نور شافت في ياسر وفي المنبقى محلول كيبان بحالش يولد صغير ما فهموا أبدا داغية كيرسم في بالوش كالها دي باي باي كيفاش غادي يكون غا يكون ولده اللي بنت واكيد هاد الولد الصغير غادي يبدل حياتهم الاحسن وغادي يزيد يقربهم من بعدياتهم نور محسيتش بدموحة من اللي كانوا كيبس قرب منها ياسر ووصل حداها مسحلي هاد موحة بإيديه وحنا لعندها وقال حليش كتبكي طبيبة ضحكات وهي كتشوف فيها وقالت علاش كتبكي خاس كتفرحي بايش البي باي حتى هويجي ضحك نور دارت إيدها على كرشها وضحكات نور كانت كتشوف ياسر الشوفات دياله تبدلو بساف كتحس بيهم والاوحنان على غير العادة وشافها كتشوف فيه وتبسمه وقال مالكي وقالت لا اوال مشي وقلسوا وياسر بدكي يسول الطبيبة وباينا فيه مخلوعة على نور قال كل شي مزيانة دكتورة زعما حيط اليوم النهار كامل ما كانتش مزيانة وبديت كتردو تحت لحمل مستقر ريالي قالت الطبيبة بلية كل شي مزيانة ولكن خسكم تديرو التحاليل عاد نقدر نحكم ياسر واعد نور باللي عمرو ما باقي تعصب عليها ودازو باقي الشهور ودازو باقي الشهور ديال الحمل بين نور وياسر في سلامه كان ما كيخسرش لها الخاطر وفابو وعودو مبقاش كيدر بها وخاكت وقعش حاجة منها لكتعصبو ياسر اللي تلاقى بها في اللول ماشي هو ياسر ديال دعبة ومبقاتش ندمع لنزواجها بياسر بالعكس ندمات على الايام اللي ضيعوهم في الخصام وما حاملينش بعضياتهم ووصلش هار نور اللي كانت متقلة فيه بالساف وكان عندها ولد اللي مسبقا قررت تسميه جاد ونهار الولادة كانت نور على الفراش لابسة الباس في الزرق والبي بيحته هو اللي ولداته من بعد جهد جاهيد تفكيت على خير عاد ارتاحات وفي العشية بقات معها غير اعيا في الغرفة وياسر اما الباقي طلوا عليها ورجعوا للدار وعاد اسية ولا كيخنقها جوص بيطار حيث حتا هي حاملاء وكتوحن ياسر ونور كانوا فرحانين بولدهم وتجاوزوا محنتهم وعاشوا من بعد في سعادة وهناق وقروا باش ينساوا الايام اللي دووزوهم خاصمين بشوش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر